قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء وردات الدهب بأشكال مصف مشغولة طيب كمان الأشغال الذهبية المعدة للتداول النقض دي زي الجنيه والربع جنيه والنصف جنيه والكلام ده الحلية والمجوهرات وأجزاءها من المعادم السمينة طيب إزاي إلا هتيجي بصحبة القادمين من الخارج طيب معفا من إيه؟ معفا من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا ضريبة القيمة المضافة طيب الفترة اللي هيحصل فيها هذا الإعفاء قد إيه؟ ست شهور يعني عمليا ما عندكش غير ضريبة القيمة المضافة ودي تقريبا 14% طيب ما يجيش بقى حد يقنعك ولا يدخل في دماغ ده كده هيبقى غالي ولا غالي على حاجة بالمناسبة هو بجمركه بضريبة القيمة المضافة برضو كان أرخص حبة شويتين من اللي موجود في الداخل لكن ماشي وإحنا متفقين الحكومة تعاملت بهذا القرار بمنتهى المرونة فاللي فاضل هم 14% فهيقف برضو أرخص تبقصة الهدف منها إيه؟ خلق توازن ساري اللي هو إيه؟ نهدي أسعار الده بحبتيه اشتركوا في القناة